موجز أهم الأنباء مع هالة فضالي هالة شكرا فسان شكرا جومانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للدولة بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية في مصر بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج بداية من زراعة وتجارة القط وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج وفي اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجارية لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في ضوء الأهمية البالغة للقطاع في تحقيق الأمن الغذائي للشعب لا سيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة عالميا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع قهة وإدفينة للصناعات الغذائية المتطورة فضلا عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس كينيا وليام روتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس عين أكد وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا فضلا عن التوافق بشأن تكثيف التنصيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة للدول وشعوب القارة وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القري على كافة المستويات كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية أعلنت وزارة السحر تفاع ضحايا حادث قطر قليوب إلى أربع حالات وفاة وإصابة 23 آخرين ونوهت وزارة الصحة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم العلاج اللازم وأعلنت الحكومة صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومصاب بعجز كلي في حادث القطر وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعقد بمقر الأمانة العامل جامعة الدول العربية اليوم أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر واتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا تتعلق بالخضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها فلسطين واليمن والسوريا والعلاقات العربية مع التجامعات الإخليمية والدولية والعلاقات العربية الأفريقية كما يلقي عدد من الضيوف كلمات أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول أن المصرف المركزي قد يسرع مجددا وطيرة رفع معدلات الفائدة إلى مستويات تفوق ما كان متوقعا في محاولة جديدة للتصدي لتضخم لا زال معدله مرتفعا وقام باول أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما كان متوقعا مما يفترض أن يكون المستوى النهائي لمعدلات الفائدة على الأرجح أعلى من المتوقع رحب البيت الأبيض باقتراح قانون من شأنه أن يمكن الولايات المتحدة من حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة المملوك لشركة صينية وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي جيك سوليفن الذي شدد في بيان له على أن مشروع القانون الحائز على تأييد الحزبين الديمقراطي والجمهوري من شأنه أن يمكن حكومة الولايات المتحدة من منع حكومات أجنبية من استغلال خدمات تكنولوجية بطريقة تعرض بيانات حساسة لأمريكيين لمخاطر ورياضيا أنعش الزمالك آمله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه الثمين على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد برق العرب في إطار الدولة الرابعة للمجموات الرابعة من دور المجموات بدوري الأبطال وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن المريخ السوداني صاحب المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط فيما واصلت ترجي صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثاني انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل